أهلا بكم في قناة قصص تاريخية الأم تيريزا هي مؤسسة جمعية الإرساليات الخيرية لمساعدة الفقراء وتعد واحدة من أعظم الشخصيات الإنسانية في القرن العشرين وتم منحها لقب قديسة في عام 2016 اسمها الأصلي أغنس جونكيزا وولدت في مدينة سكوبيه بمقدونية عام 1910 من عائلة مسيحية كاثوليكية متدينة أصلها من ألبانيا عندما بلغت سن العاشرة توفي أباها فازدادت تعلقا بالإيمان وبعد ثمانية أعوام قررت أن تصبح راهبة فتركت منزلها وذهبت إلى أيرلندا للدراسة والتأهيل الديني وكانت هذه هي آخر مرة ترى فيها أمها وأختها بعد عام من الدراسة سافرت إلى الهند وأرسلت إلى دير لوريتو في كالكاتا لتصبح راهبة وحصلت على اسم الأخت تيريزا وقامت بالتدريس في المدرسة التابعة للدير في عمر السابعة والعشرين اتخذت العهد الأخير للالتزام بحياة الفقر والعفة والطاعة وكما هي العادة لراهبات لوريتو فقد منحت لقب الأم ومن ثم عرفت باسم الأم تيريزا استمرت بالعمل في المدرسة لمدة 17 عاما حتى أصبحت مديرة المدرسة وعلى الرغم من أنها استمتعت بالتدريس في المدرسة إلا أنها كانت تشعر بالضيق الشديد من الفقر المحيط بها في كالكاتا لذلك اتخذت قرارا بترك الدير لمساعدة الفقراء وبالفعل تركت الأم تيريزا الديرا واستبدلت زي الرهبنة بالسار الهندي القطني بلونه الأبيض والخط الأزرق الذي عرفت به حضرت تدريب على أساسيات الطب لمدة 6 أشهر وبدأت رحلتها في أحياء كالكاتا الفقيرة ولم يكن لديها سوى هدف واحد وهو مساعدة المنبوذين والمكروهين والذين ليس لهم أحد يذكرهم كان عامها الأول بعد ترك الدير مليئا بالصعوبات حيث لم يكن لديها دخل واضطرت لاستجداء الطعام والإمدادات وعانت من الشك والوحدة وإغراء العودة إلى الحياة المستقرة في الدير لكنها لم تستسلم لتلك المصاعب وبدأت باتخاذ خطوات فعالة لمساعدة فقراء المدينة أنشأت الأم تيريزا مدرسة في الهواء الطلق ومسكنا للفقراء المعدمين بإحدى المباني المهجورة والتي كانت قد أقنعت إدارة المدينة بالتبرع به لصالح مشاريعها الخيرية في أكتوبر 1950 أسست الأم تيريزا جمعية الإرساليات الخيرية وانضم إليها عدة عضوات ومع زيادة تدفق التبرعات من أنحاء الهند والعالم وسعت الأم تيريزا من نطاق أهدافها الخيرية خلال حقبة الخمسينات والستينات أسست مستعمرة للجذام ودارا للأيتام ودار حضانة وعيادة عائلية وسلسلة من العيادات الصحية المتنقلة شملت أيضا خدمتها أنحاء كثيرة على مستوى العالم فقد افتتحت أول دار خيرية لها في نيويورك وبعدها بسنوات افتتحت دارا لرعاية مصابي الإدز سافرت الأم تيريزا إلى بيروت بلبنان حيث ساعدت الأطفال المسيحيين والمسلمين خلال الحرب الأهلية كما سافرت لمساعدة الجياع في إثيوبيا وضحايا الإشعاع في تشيرنوبل وضحايا الزلزال في أرمينيا وغيرها الكثير من الدول بحلول عام 1996 كانت قد قامت بإدارة أكثر من 500 بعثة في أكثر من 100 دولة وخدمت أفقر الفقراء في 450 مدينة حول العالم وبلغ عدد أعضاء جمعية الإرساليات الخيرية أكثر من 4000 عضوا بالإضافة إلى 1000 المتطوعين حصلت الأم تيريزا على جوائز وتكريمات عديدة منها جوهرة الهند وهو أعلى وسام شرفي في الهند كما حصلت على جائزة نوبل للسلام اعترافا بمجهوداتها في مساعدة الإنسانية المعذبة إلا أن عملها تعرض للعديد من الانتقادات خاصة بسبب ضعف مستوى فريقها الطبي وعدم مراعاته المعايير الطبية الصحيحة حيث كان فريقها يستخدم الحقن عدة مرات بدون تعقيم بدأت حالة الأم تيريزا الصحية في التدهور بسبب مشاكل في القلب والرئة والكلا وتوفيت في الخامس من سبتمبر 1997 عن عمر يناهز السابعة والثمانون عاما وأقامت لها الحكومة الهندية جنازة رسمية امتنانا لخدماتها في مساعدة الفقراء من جميع الأديان في البلاد إن أعجبك الفيديو نرجو الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة ترجمة نانسي قنقر